بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس السابع الثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة الكبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحبه بشيخنا الكريم حياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر التفاضل بين أهل القرى والبادية قال ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ذكر هذا بعد قوله إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرنا إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم قال رحمه الله فلما ذكر المنافقين الذين استأذنوه في التخلف عن الجهاد في غزوة تبوك وذمهم وهؤلاء كانوا من أهل المدينة قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الشيخ رحمه الله في هذا الكلام يقرر أنه ليست العبرة بجنس الحاضرة أن العبرة بجنس الحاضرة وجنس البادية من ناحية المدحي والذنب لا من حيث الأفراد فقد يوجد في الحاضرة من هو شر من منهم في البادية وقد يوجد في البادية من هو خير من كثير من أهل الحاضرة فليست العبرة بمجرد المواطن وإنما العبرة بأهلها وسلوك أهلها ولذلك في هذه الآيات لما ذكر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة وذمهم على ذلك ذكر سبحانه وتعالى الأعراب فقال الأعراب أشد كهرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فذكر شر الصنفين من الحاضرة ومن البادية بما يدل على أن الحاضرة لا تمدح مطلقا وأن البادية لا تذم مطلقا وأن في كل الموضعين من هو من الأخيار ومن الأشرار قال رحمه الله فإن الخير كله أصله وفصله منحصر في العلم والإيمان كما قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وضد الإيمان إما الكفر الظاهر أو النفاق الباطن ونقيض العلم عدمه نعم فالمدحو إنما هو للعلم والإيمان ونقيضهما نقيض العلم الجهل نعم ونقيض الإيمان الكفر فالمدحو والذنب إنما هو على الأوصاف والأفعال لا على مجرد الأسماء نعم فقال سبحانه عن الأعراب إنهم أشدوا كفرا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى منهم أن لا يعلموا حدود الكتاب والسنة نعم لهذا الغرض يعني ذمة البادية لأنه يغلب عليها الجفاء ويغلب على الحاضرة العلم والإيمان وإن كان هذا قد يتخلف في بعض الأشخاص من أهل الحاضرة أو من أهل البادية نعم قال والحدود هي حدود الأسماء المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة مثل حدود الصلاة والزكاة والصوم والحج والمؤمن والكافر والزاني والسارق والشارب وغير ذلك حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعية ممن لا يستحقه وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام الحدود في كتاب الله على ثلاثة أقسام قسم الأول حدود الله بمعنى أوامره ونواهه وما أحله وما حرمه فقالت جل وعلا تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها هذا في المباحات تلك حدود الله ما أباح الله فلا تعتدوه فالحلال لا يتعدى وحدود الله أيضا بمعنى محارم الله سبحانه وتعالى كالكفر والشرك والفسوق والمعاصي شرب الخمر والزنا والسرقة فالله فالله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقربوها نعم إذا كانت الحدود يراد بها المحرمات فإن الله قال لا تقربوها يعني لا تخت لا ترتكب الوسائل التي تفضي إليها من باب سد الزرايع لا تقربوها أي ترك الأسباب المفضية إليها وهذا من باب سد الزرايع فكيف بفعلها إذا كان منهيا عن الوسائل التي تفضي إليها فكيف بفعلها هي هذا أشد تلك حدود الله ولا تقربوها الثالث حدود الله بمعنى العقوبات المقدرة شرعا على جرائم لتمنع من الوقوع في مثلها مثل حد الزنا حد السرقة حد شرب الخمر هذه تسمى الحدود بمعنى العقوبات المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها فالأعراب أقرب إلى أن يجهلوا هذه الحدود لا حدود المباحات ولا حدود المهرمات ولا حدود العقوبات وهم أجدر أيضا أن لا يعلموا كيف يؤدون الواجبات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك فهم أقرب إلى الجهل بهذه الأمور بحكم أنهم يعيشون في البادية والبادية بعيدة عن العلم بعيدة عن العلم خلاف الحاضرة فإن الحاضرة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها العلماء وفيها المساجد والدروس والمحاضرات فساكنها أقرب إلى معرفة حدود الله من ساكن البادية ولهذا ينهى عن التعرب وترك الهجرة إلى الحاضرة والتفقه في دين الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون نعم أحسن الله أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولهذا روى أبو داود وغيره من حديث الثوري حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سفيان مرة ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفى ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتا نعم الشاهد من قوله من سكن البادية جفى هذا دليل على ما سبق أن البادية في الغالب تكون محل للجفى وأبعد عن العلم وعن معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الجهل فلذلك ذمة البادية والتعرب أي سكن البادية والأعراب لأنهم أقرب إلى الجهل وعدم العلم ولهذا قال من سكن البادية جفى مفهومه أن من سكن الحاضرة فهو أقرب إلى معرفة الحق ومن تبع الصيد غفل الذي يكون ديدنه دائما ملاحقة الصيد في البراري خروج للصيد الصيد أصله مباح أصل الصيد مباح بشرط أن لا يشغل عن ما هو أهم أما هو أهم منه ولكن مع هذا من أكثر منه فإنه يغفل عن الفقه ويغفل عن الدين فلذلك فهذا معناه أن الإنسان لا يكون منهمكا في الصيد وإنما يخرج إلى الصيد أحيانا وبمقدار لأن لا يغفل مع الغافلين ومن أتى السلطان ومن أتى السلطان افتت فالذي يأتي السلطان على قسمين يأتيه للنصيحة والموعظة وبيان الحق فهذا أمر مطلوب بل هذا واجب لأنه من الدعوة إلى الله ومن التعاون مع ولاة الأمور على البر والتقوى وعلى النصيحة نبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة مطلوبة ومنها النصيحة لأئمة المسلمين ولعامة المسلمين فهذا الإتيان محمود لأن القصد منه الخير والتوجيه والدعوة إلى الله ومصلحة الناس مصلحة السلطان ومصلحة الرعية لأن السلطان إذا صلح صلحة الرعية والسلطان بشر قد يغفل عن بعض الأمور أو لا يبلغه بعض ما يقع أو كثير مما يقع فهو بحاجة إلى أن يزار وأن يناصح وأن يبين له وأن يبلغ هذا القسم القسم الثاني زيارة السلطان لأجل التملق أو طلب الدنيا دون نصيحة ودون بيان هذه مذمومة وهذه تبعث على الفتنة لأنه يجامل السلاطين ولو كانوا على غير طاعة فيجاملهم من أجل طمع الدنيا هذا فتنة عن الدين لأن الغالب في السلاطين والملوك أن يكون عندهم نوع من التجاوزات فإذا أتاهم هذا الإنسان ولم يبين لهم ولم ينصحهم وربما يجاملهم ويفعل مثل فعلهم فيكونوا قد افتتن في دينه لا حول ولا قوة إلا بالله فليس معنى قوله من أتى السلطان افتتن الذنب على الإطلاق بل لا بد من هذا التفصيل نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله ورواه أبو داود أيضا من حديث الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال ومن لزم السلطان افتتن وزاد وما ازداد عبد من السلطان دنو إلا ازداد من الله عز وجل بعدا نعم هذا كما قلنا إذا كان القصد من اتيان السلطان طمع الدنيا والتملق له ومجاملته على ما عنده من الأخطاء فهذا مذموم وهذا يفتتن صاحبه فيصاب بما أصيب به السلطان وفي هذا هذه هاتين الروايتين دليل على أن المقصود هو الاكثار من اتيان السلطان من لازم السلطان يعني من اكثر من المجيء إليه وتردد عليه أما من يأتيه بعض الأحيان لحاجة فهذا أخف نعم ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف إنك لجلف جاف يشيرون إلى غلظ عقله وخلوقه ولهذا الناس إذا انتقدوا شخصا قالوا إنك لأعرابي أي فيك من طبيعة الأعراب جاف لأن من طبيعتهم والجفاء والجفاء في الطبع والغلظة فصارت الأعرابية مذمة في الجملة نعم نقول جاف أو جاف أو كلهم جاف لا هي جاف قال إنك العرابي جاف جاف يعني حذفة الياء من أجل التخفيف نعم سأل الله إليكم ثم لفظ الأعرابي هو في الأصل اسم لبادية العرب فإن كل أمة لها حاضرة وبادية فبادية العرب الأعراب ويقال إن بادية الروم الأرمن ونحوهم وبادية الفرس الأكراد ونحوهم وبادية الترك التتار وهذا والله أعلم هو الأصل وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان والتحقيق أن سائر سكان البوادي لهم حكم الأعراب سواء دخلوا في لفظ الأعراب أو لم يدخلوا نعم كل العالم كل العالم باختلاف أنسابهم وطبقاتهم انقسمون إلى قسمين حاضرة وبادية وكل جنس له اسم خاص به فبادية العرب يقال لهم الأعراب وبادية وبادية الروم يقال لهم الأرمن في الغالب وبادية الفرس يقال لهم الأكراد وبادية الترك يقال لهم التتار هذا من حيث الأسماء لكن الاسم الذي أو الاسم المشترك الذي يجمع الطوائف هو عدم سكن الحاضرة سواء حاضرة العرب أو حاضرة غيرهم فكلهم يأخذون حكم الأعراب كلهم يأخذون حكم الأعراب وإن لم يسموا أعرابا نظرا لمسكنهم وهو البادية نعم قال فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل من جنس البادية وإن كان بعض أعيان البادية أفضل من أكثر الحاضرة مثلا كما سبق الله جل وعلا لما ذم الأعراب قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم فلا يفهم إن كل من سكن البادية أنه مذموم بل قد يكون فيهم من هو خير من كثير من أهل حاضرة كما أنه لا يفهم أن كل من سكن البادية يكون محمودا بل ربما يكون فيهم من هو شر من البادية كالمنافقين نعم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم والذين جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك هم من المنافقين من الحاضرة في الغالب وكذلك في قوله في سورة الفتح سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا هؤلاء منافقون من البادية من الأعراب قال المنافقون قد يكونون من البادية قد يكونون من الحاضرة نعم قال ويقتضي أن من فردت به البادية عن جميع جنس الحاضرة أعني في زمن السلف من الصحابة والتابعين فهو ناقص عن فضل الحاضرة أو مكروه هذا في الجملة نعم من فردت به البادية فهو ناقص عن من فردت به الحاضرة في الجملة نعم فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين كان ذلك أما مكروها أو مفضيا إلى مكروه الآن رجع الشيخ رحمه الله إلى النتيجة التي دخل بها هذا البحث وهو منع التشبه بالأعراب منع التشبه بالأعراب وكل ما سبق إنما هو تحقيق لهذا الحكم لماذا منع التشبه بالأعراب لأن الأعراب في الغالب أهل جفأ وأهل نفاق التشبه بهم يورث هذه الصفات قال وهكذا العرب والعجم فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم إبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم وأن قريش القاعدة أن العرب أفضل من جنس العجم العرب لأن الله فضلهم بأشياء أولاً اختار الرسول صلى الله عليه وسلم منه من بني إسماعي ثانياً أن الله أنزل القرآن بلغتهم ثالثاً أن الله جبلهم على صفات كريمة لا توجد في غيرهم من إكرام الجار وإكرام الضيف وبذل المعروف حسن الجوار وغير ذلك فلا شك أن جنس العرب أفضل من جنس العجم وإن كان قد يكون من أفراد العجم من هو خير من أفراد العرب هذه قاعدة معروفة ومضطردة فلا يفتخر بالعرب مطلقاً ولا يذم العجم مطلقاً وإنما لا بد من التفصيل قالوا أن قريشاً أفضل العرب والعرب يتفاضلون العرب على فضلهم على غيرهم يتفاضلون أيضاً فقريش أفضل القبائل وأن بني هاشم أفضل بطون قريش قالوا أن قريشاً أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفساً وأفضلهم نسباً نعم مراد بني هاشم البطن الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقريش في الجملة هي أفضل القبائل قبيلة قريش أفضل القبائل وبني هاشم أفضل بطون قريش ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بعث منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبني هاشم أفضل من بني المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل وهم أولاد عبد مناف أولاد عبد مناف أربعة عبد شمس ونوفل والمطلب وحاشم وحاشم بن عبد مناف نعم إن كون الرسول منهم هذا من جملة فضائلهم وإلا فهم في الأصل لهم فضل على على غيرهم لهم فضل على غيرهم إن ضاف إليه بل توجه كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم نعم قال ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها هذا مذهب آئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عابق إلها فهو ممتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم من من جالسنا وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وساق كلاما طويلا إلى أن قال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق قال في التعليق قال السيوطي ونهيثمي ضعيف نعم هذا عود من المؤلف رحمه الله إلى النقل عن حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد له مؤلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر الشيخ مقتطفا أو قطعة من ذلك ومنها أنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان أنه مكون من قول باللسان وعمل بالجوارح ونية في القلب ولهذا قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وفي هذا رد على المرجئة ورد على الخوارج رد على الخوارج الذين يقولون إن الإيمان لا ينقص بالمعصية وإنما يزول يكفرون بالمعاصي وفيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه ولو لم يعمل ولو لم ينطق بلسانه وبعضهم يقول يكفي أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ولو لم يعمل وكل هذا غلط والصواب قوله للسنة والجماعة وهي مسألة معروفة ولكن الغرب من هذا السياق هو أن حربا رحمه الله قالوا نعتقد للعربي حقها وفضلها حقها وفضلها وهذا كما سبق ليس على إطلاقه نعتقد للعرب حقها وفضلها في الجملة وليسوا أفضل من غيرهم مطلقة وإنما إذا قاموا على دين الله عز وجل اجتمع لهم العروبة الصافية هو القيام بأمر الله سبحانه وتعالى فهم يكونون أفضل من غيرهم أما إذا لم يوجد فيهم إيمان فإنهم لا ينفعهم كونهم عربا نعم أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته